كيف أخارك عن الانتشاري؟ أنت تملكي صوت حلو شكل حلو؟ من وجهة نظرك، إيه اللي موقفك عن أن تأخذ حقك في الساحة؟ والله من وجهة نظري أن الوقت الحالي اللي إحنا فيه ده مش مساعد الشباب للأسف يعني أنا الأغنية للراجل نعمة دي أنا اللي عملتها لنفسي كإنتاج يعني وزعتها على فري تيفي وعملت سوشيال ميديا وعملت فيديو كلاب وكل حاجة لكن الفترة اللي إحنا فيها دي فترة السوشيال ميديا والفترة اللي فاتت شوية كانت منتشر فيها موضوع المهرجانات وموضوع الأغاني يعني مش عارف أقول إن إحنا ما تنفعش تبقى الأغاني دي في بلد كبيرة زي مصر أغاني هبطة يعني فيه منها الكويس فيه منها المش كويس بس كانت الناس دايماً مديها حجم أكبر من حجمها يعني فما كناش عارفين إحنا كشباب مش عارفين نطلع كويس يعني أو حد يدعمنا بشكل كويس لكن هو السوشيال ميديا عامل أساسي يعني فأنا ابتديت عملت الأغنية بحضر لسانجل دلوقتي الحمد لله أنا بعمل حفلات يعني كبيرة طربي واغنائي وبغني كل الألوان بتفكر يتمثلي؟ بما أني أنت خطيبك ممثل؟ أه يعني ممكن الفترة الجاية أعمل كده بدور يفيدني يعني بدور يفيد ممكن أطلع فيه بغني أو أطلع فيه بدور اجتماعي يفيد لا مش تمثيل لمجرد تمثيل؟ أه مش عايز تمثيل لمجرد تمثيل؟ لا ممكن أمثل بس بشكل يعني قصدي بدور لما دور ينسبني يعني مش عايز أمثل وخلاص مش عايزة اللي هو هوجت إن أنا عايزة أمثل عايزة أظهر لأ أنا أصلا أصلا بغني فلكن لو همثل ممكن لو دور حسيت إنه لايق علي قوي كاروتانا لأ ما عنديش مشكلة عمله بالعكس مين السماكي روتانا؟ آآ والله الموضوع ده موضوع ده كبير يعني أنا أصلا بس مش روتانا برضو؟ بس هنتكلم فيه هياخد وقت إيه وحكي آآ طيب كان فيه آآ فترة كده كلب نازل باسم البنت اسمها شايمة محمد وأنا اسمي شايمة محمد تمام؟ آآ وابعدين كنت أنا عاملة أدعية على قناة الحياة آآ لرمضان أدعية دينية وكده آآ فكانت دايما بتظهر اللي بيختلط عليهم الأمر فبيحطوا صورة البنت التانية مع صورتي وهي اسمها نفس واسمها برضو شايمة محمد آآ وكانت عاملة كلب بزيء جدا آآ فأنتي لقيت إنها آآ فأنا لقيت الصحافة كلها بتكلمني لازم تغير اسمك لأنه الموضوع كبر يعني وسع ما حدش بقى فاهم أنا لقيت كتير بيكلموني آآ آآ ازداي وإكلاب ما مش أنا فاهماني فغيرت حتى لك شعري غيرت اسمي غيرت كل حاجة الكلام ده بقاله آآ آآ يعني سبع سنين أو ست سنين والحمد لله تشهرت بروتان اسليم بشكل كويس وحستته مميز يعني طب وصوتك مميز يلا سمعينا بقى ورده نقول حاجة عربي بقى شوية أيوة يلا ورده ومكلصون فايزة أنا جابت اللي أنت يلا يلا أنا نقول دارية الأيام يلا دارية الأيام نقول حاجة أني يلا أسأل ومرت الأيام يلا دارية الأيام يلا تحسل آه وقابلته نسيت إني خاصمته ونسيت الليل لسهرته وقابلته نسيت إني خاصمته وسامحت عذاب قلبي 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 وحرم ما عرفش إزاي 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 أنا كلمته وما قدرش على بعد حبيبي أنا ليه مين أنا ليه مين مين من الحبيبي أم كلسوم طبعا يعني علي ما طبعا ما فيش حد بيغني ما بيسمعش أم كلسوم فيش حد عايز فيش حد صوته حاله ما سمعش وتأسس على أم كلسوم مين كاني بقى غير أم كلسوم أنا بغني كل حاجة بغني خليجي بغني لبناني بغني اللهجات كثيرة اللهجة الخليجي بترافي طبعا بغني خليجي نقول حاجة للجاسمي نقول غنيت أحبك للجاسمي الله يا الله أنا تكلمان ويتنسا ليك الذكرة ترجعاني ترى للحين انا احبك واشوفك بين حين وحين فراجك اه يا فراجك كسر جلبي وعذبني وانا نادر علي بجاء احبك ليني يوم الدين انا كلمان وتنسى لك الذكرة ترجعني ترى للحين انا احبك واشوفك بين حين وحين فراجك اه يا فراجك كسر جلبي وعذبني انا نادر علي بجاء احبك ليني يوم الدين فراجك اه يا فراجك كسر جلبي وعذبني وانا نادر علي بجاء احبك ليني يوم الدين الله حلو عوي يعني ادائك في الخليجي في عمفوان كان احساس احساس الاغنية بيهو اللي بياخدني في الاتجاه ده يعني انا مش كئيبة بس انا بحب الأغاني للدراما والأغاني للرومانس بحبها قوي